ما عنداش علاقة بالمصالح يقدر يضيع بين يدي كان خطأ فادح مني كان القلب ما فيش ضرّة دي الخوف هو زمن المصالح الضيطاء دي لدي شمايت هذا ما أرطيح بحل أخوتي عليّ يدي كلمة للأسف هذا الزمن هذا قلال هذا شيء زمن النفاق الاجتماعي مغيب قوام كل شيء يضح للجهة هذا ديفون قدو هذا ديفون قدو هذا ديفون عام عامين ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين عاد كيبال الفرق وهذا أكبر انتقام لهذا النوع من البشر السلام عليكم يا معشر المقاتلين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست المقاتل حلقة دي اليوم سنضروفها على الصداقة كيقول ليك كل الأصدقاء معارف حتى تأتي الشدائد وكيقول ليك إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك هذا هو الصديق الحق مؤخران ولينا نشوف أن هذا الزمن اللي نعيش فيه حنايا هو زمن مادي نعدماج فيه الصداقة نعدماج فيه الرجولة نعدمو فيه دوك المبادئ اللي تطبينا عليهم في الصغر واللي لقينا عليهم الآباء دينا والأجداد دينا الصداقة يا إخوان ما عنداش علاقة بالمصالح كان عقل مزيان في الطفولة ديالي درت بزاف ديال الصداقات من طبعي أنا إنسان جيماعي وحتى فترة المراهقة ديالي درت بزاف ديال الصداقات في الحي اللي كان ستكون فيه ديال القرية تربينا على الرجولة وفرايمو عاشر تدريري رجال اللي فرايمو يقدر يدرر راسه باش ينفعك تخيلوا معايق احنا فيه ما شطيش كنا نجمع حومة كنا نجمع حومة تخيل معايق حومة إنسان اللي ما صعر دياله يقدر يضيع بين يدك ويقولك نمشي معاك دي نموت معاك اه هي حركة غبية لجيتي تحللها بالعواقب ديالك الحركات اللي كنا نديره لأن تقدر تطح الروح ولكن حلل معايق المبدأ ديال أني كانت فينا واحد واحد الروح ديال الصداقة تربيت عليها أنا ما بقيتش كلمسها خصوصا في عالم السوشيال ميديا معلش أنا إنسان قليل العلاقات في السوشيال ميديا لأنه ما كنا نشترجليت قليلة كنا غير مصالح الناس ما كبروش ما حتكوش في الزنقة حلعين وبنادا ما لقى بيسي ودار علاقاتي في البيسي وفي الانلاين نحن الحمد لله وفقنا الله عز وجل أننا ندرنا علاقات في الوفلاين تخيلوا معي أنا في وقت من الأوقات كنت تنعطي الوقت ديالي لوحد الناس يعلود أنهم أصدقاء كانوا واحد الأصدقاء ديالي أنا دك ساعة كنت مدمر وعندي مرونة حياتي وما عندي تشي أبجيكتيف ما الله بهي عالم كنت تنسنوا بعض الأصدقاء حتى تيجوا من خدمة ديالهم اللي كبرنا مع بعضياتنا باش نقلس معاهم في القهوة كان خطأ فادح مني ولكن الدافع كان هو الرجولة هو الصداقة تخيلوا معايا كان عندي وحد صادق ديالي كنت أنا مصال معاها أنا تنظرهم بالليل إلا كان عليه الرئيسك حياتي دك ساعة كان عندي وحدة ما ينسى وحدة آخر كان القلب ما فيهش ضر رضي للخوف الوحدة ثلاثة الخمسة الصباح ما عناش مشكي صاحبي غانمشي معا هو كان إنسان مسالم طبع وكنت غانمشي معا ولكن يشوف هذا الفيديو رعارفني على شك نهضر لكن منين بدينا كنكبرو وبدأت تدخل بنتنا المصالح ودخل بنتنا البزنس وليت كنشوف الحقيقة ديال الإنسان حقيقة الإنسان وماشي بالضرورة هالناس اللي أنا شفت في حياتي واخر غا نعطيكم العبرة والدرس اللي استفتوا أنا من تجربة شخصية ولكن أنا نعطي لكم الحقيقة يا إخوان هو أن في هذا الزمن هذا هو زمن المصالح قليل جداً يكاد يكون نادر أنك تلقى في رأيه موحد صادق اللي يموت معك صادق بكل ما تحمل الكلمة من معنى ما كيشوفش المكانة الاجتماعية ديالك ما كيشوفش الرصيد البنكي ديالك كيشوف الرجولة والأخلاق والمواقف ديالك كيبغيك لله وفي الله هاد الصادق خده من عند خوك نور الدين إلا لقيته شد فيه بيديك ورجليك أنا دائماً في عملية بحث على صادق صادوق صادق الوعد لكن مش دي ما كان توفق ما نقولش لكم حالياً ما عندي تشي صادق لا الحمد لله كيني ولكن أنا إنسان جاي من تجارب فاشلة في الصداقة في مرحلة المرض ديالي بالكونسير تعرفت الضرايمة على الناس والحقائق ديالهم ودشي اللي خلاني نغدر على هذا الموضوع ديال الصداقة أن ما كتلقاش الناس في الشدائب أن الناس فقدت فيي الأمر وأنا بقي ما فقدتوش فراسي بعض الناس كنت ديرهم حياتي كاملة كانعطيها وقتي كانعطيها لاكسي لي في أي وقت عيط عليها نحضر معا في حين أنني أنا فشت صابت بالكونسير وكنت محتاج لمواسات ديالهم ولو غير بالكلام بقى مدخلنش في المادة ملقيتهم مش اكتشفت أنهم كانوا بغينني الأغراض شخصية كان قاضي بك أغراض هنا بديتت نعرف أن هذا العالم عالم مادي وأنني خستني ندير بلاستي في القمة ماشي باش نقول أنا واعر وأنا درت الفلوس باش غين تبت لراسي أنني فغينة على الناس وباش نتبت لهذوك الأصدقاء المزيفين أن هذه هي الفلوس اللي تخليته على الرجال على ودها ما يرى ما سوية عندي وانا هذه الفلوس هذه بالنسبة لي أنا راه هي وسيلة وليست الغاية راه الرجولة والصداقة وأن يكون عندك واحد الإنسان اللي تموت معاه ويموت معاك أقصيم بالله ما كنت تقدر بفلوس وما كنت تقدر بتمان لكن للأسف نحن في واحد الزمن للناس والليش كتعبرك غيب شنو عندك أنا كان أخضر لكم غيعل الماضي ديالي والتجاربة الشخصية ديالي مع الصداقة ذلك شا لش بديت لكم البودكاست بكل الأصدقاء كل الأصدقاء معارف مجرد معارف حتى تأتي الشدائد أي واحد كتقدر معاه وكتقول هدا صاحبك اللي رضاقة ما عرفتش صاحبك وخطت عشر معاه سبع سنين عشر سنين عشرين عام اللي غيعرفك هدا كوش صاحبك ولا اللو هم المواقف اللي غتجيو بيناتكم هو ردت الفعل ديالو اتجاه واحد الموقف جاك في حياتك مرض درتي فاييت دخلتش بنت وصدكم دخلوا فلوس وصدكم هدو كلهم واحد المواقف اللي غتبين هداك الإنسان اللي كتراهن على الصداقة ديالو وش فعلا صادق صادق الوعد راجل ترعبد الرجال كما كنقول فبالتالي ما تحكمش على اي واحد حتى يجيو المواقف وهتش علماته لي الحياة انا كنش حالا دي هبيل اي واحد هدرت ما اقلس ما صاحبي لدرجة لاني كندور كنلقى مياه عندي مياه ميتين صاحبي عدي كليك قد قداش شي تجي ترييح تقلب على نور الدين فلقاء هو الدين يبالك نور الدين مرح ما عشرين وواحد خمسة واشتين وواحد تسووني يقولك عشراني نموت معاه اه كنت بادل عقليا ومان بعد قاع فيلتريت قلت اهداء انبعد مالله ما كاريبون مجريم انا يجي مشي يقلب على ذوك اللي زي انجينيور الناس اللي قارية وواعية وكده ماربان يكون فيهم الاخلاق درجة هاي هات لمواقف تبتات لي العكس تاهم ما ماديين كانوا مخبين فيها فاش كنا كلنا مخشيين في الاحياء الشعبية كان نأمن ليهم الانان والاستقرار بحكم انني كنت مشهور انا في الوفلاين ولكي يشوفوا هذا الفيديو را عارف اني علش كان هذا واللي خلاني اتصدمت هو فاش نطحت ومرت ابن ادم ما شافك متي لكي يشوف شفك انتها هاي هات هاي هات لا تهيئ كفاني ما موتو بعدو لا يزل في اضلع برق ورعدو لو كان ماشي الله عز وجل طعنى هاد القوة هادي لو كان تضمرتش لو كان قام ندير معاكم هاد الفيديو ونقول لكم شنه هي الصداقة حقيقية ونعلم هادو الرجولة نعلمهم الرجولة دي الان صاحبك متفوتوش ختموش من يضر نفسه لي ينفعك كي باش يضروا نفسه اه يشوف عندو الكوصور وانت محتاج غي يعطيك واخا عارف انك غتكوصره ولكن خست انت تكون راجل غي يعطيها لراجل غيوقف معه راجل مش فاش توقف على رجليك كتعرف انك ربحتي صاحبك انت غتوقف معه حيش فاش كي بدي يخدم العقل نبيل الاصديقاء كتبقى الصداقة هادو كم عارف كين فرق ما بين انسان كي تتعامل معه كي يخدم معك عقله كي يحسبها بالالة حاسيبة هاد سيد اش كي يزيدني واش كي نقص ليه وكين فرق ما بين انسان كي يخدم معك قلبه هادو صاحبي انه موت معاه ما جاتش بشنو كيزيدني ولا شنو كي نقصني مع العلم انه من تجربة شخصية ديالي في الحياة انت مطالب انك تختار الاصدقاء ديالك بعناية ما كيعنيش انني كنقول لك قصت كل وفاء في الصداقة قصت تقلب اللي يموت معك فش تقلب على شي واحد ميكروب اللي يجيب لك المشاكي لا حياتي علماتني انك تقلب على شي واحد اللي يقربك من الله عز وجل تقلب على شي واحد اللي تحلم انتوي اشي حلمة كبيرة تقلب على شي واحد اللي تعاود لي وانت مرتاح ارا باش تعاود لواحد الصادق اللي يكتمل اسرار ديالك ويحسبيك ارا نعمة ما كنت تقدرش بالتامن لكن للأسف هاد الزمن هادا قلال هاد الشي عاد نعاود لكم على التجربة ديالي في السوشيال ميديا منين الانسان كما كنقوله مدوز في الاوفلاين وعاشر الخيبو الزويل ولات عنده واحد الخبرة وواحد الحكمة وكيعرف بنادم يمل الكلام دياله ويمل الحركات دياله بحكم سنين ديالي عشرة مع الناس منين هاد النوع كيدخل للسوشيال ميديا؟ اول حاجة كيلحظة النفاق الاجتماعي تلاقيت مع اغلبية ديال المؤترين في الميدان ديالي وحتى خارج الميدان ديالي قدر نقولك تلاقيت مع عشرين ثلاثين قدر نقولك واحد ولا جوج اللي تيبالية فيهم تارجليت كتحسبيه راجل لما باقي را كيشوفك مصلاحة مردين شنو غنستافذ منها فقط هاكا كيشوفوها وكيطبلون بعضياتهم وكل شي المصالح الشخصية انت في الطب انا كنشوفك انت مع عش معاك غنبان معاك هدير ستورية غطاقيني هاي كتلو عندي الفولوورز كده هنتلصق معاك هادي شي ما كنقدرش نصرته الله يمنعيش هكا وخنموج شنش دانستاقرام انت فيه نحبسها دي السوشال ميديا كاملة ومنديرش هكا احنا تعلمنا الي كنبغيو كنبغيو من نوخاء الشوكي دياني الوفاء اصاحبي نموجوا معاك اما كانش الله يرحمه فضلنا دعوه معاك صديق ديالي اللي كان مات بالموطر ديالي راجل ونعم الرجا بالمواقف ماشي بالهدرة بالمواقف بالحرب اللي دوي السنوية بمدابزات كانت تغطيح فيها الروح كليكا هاجمع لنا ومدابزات كانت تقولك الروح أطيح وكان دورك اللي قصح بمعاي عمرني منسا واحد من نهار كنا ندابزنا وشبكات في ليزورانجي ودرمو عنا واحد الحومة مسلحين وهو جاو دوره وخنقه وانا كانت عندي واحد تجعبه كنت راجع اللور كنت مكالي كنت في جيت الشانطين وتخيلوا معايا هو محكوم ودار وقال ليه قاعد تخيلوا معايا باش كنا نوع دياله دياله باش بقية تلقاه ديالعبة دياله انا تشديت انا تضرب تخيلوا معايا الله يرحمه فضل النار هذا علام صادق لألم دياله وقصين بالله باقي مبراش ليه فقال باليومين هاد حيث صعيب تلقى إنسان يفيدك بروحه كما كتشوفو دبا في السوشيال ميديا باينة هلا كنت يعبه اني فاق كنت اشترج ليس معاشو هاش معاشو هاش خستك تتحك باش تعيشها للاسف لكن الوصية ديالي لك انتها ليك تتباني صداقة شي حاجة تدور بك الرجال شي حاجة ما كيعرفوها غير رجال انا تقول لي يا عندي فلالي صدامي ديالي الف واحد كيعرفوني نهارة طيح نهارة طيح بحل اخوتي علي دي كلمة ما غيب قوان كل شي يطيح لتحك علاش حيتملوا والعلاقات كنت مبنية على مصالح فاش كنت اضروع المصلاحة ارى تعامل بوحده فاش غنجي انا كندير البازنس وكنت تعامل مع واحد الاطرافي يقدروا يكون فورني سوري يقدروا يكونوا الكلاينت ديالي انا ارى تعامل بوحده سكش كون سمارت سكش كون انسان مصلاحي بمن انتعارفين كين المصلاحة ديالك كنت تحسب كده ولكم فاش كنت اضروع للصداقة كنت اضروع للوفاء كنت اضروع للتارجليج من اذا ريب الزماني صدعه شتت فيك نفسه ليجمعك بمعنى انت فاش تجيك شي ضربة قاصحة ترى بن ادم كتزعزع كيجي هو كتلقى ديما احداك ديما واقف احداك المشكيل في هذا الزمن هذا اللي ولينا عايشين فيه الناس وليت كتعبد المادة الناس وليت كتآمن غيب المادة وانا كنشوفها من بعد فاش الحمدلله يصر لي الله الزوجة الفزاب ديال الحويش كنشوف شي اشباه ديال الاصديقاء ولو كيبنوا لي في الصورة لكن للأسف يلا مش ابنام تطاح صافي طاح ما تعودش هزو من الارد كيبانت الحقيقة ديالي كتسناني انا تات صوفيت عدد جيل عندي خدمت على راسي صراحة الالم ديال انك تكتشف شي واحد انه مش راجل وتكون معول على الرجال وما تلقاهمش صعيب ما يحسوا بيه الرجال انا شخصيا فاش كنت صابت بالكونسير ودرت ملقيت اشي واحد من الاصديقاء ديالي اللي عطيتهم من وقتي وعطيتهم من جهدي ما الله به عالي متفقص وقصين بالله وكنت مو بتاهله عندي كونسير واش ما حيلتي انت نقابل مع المالا ديقراف ديالي ما حيلتي نركز مع ضيطاي ديالي تشميت هادو ودرتني في قلبي واش قلتش وقصين بالله ورزقني ربي الحياة وطولي في العمر يتاقى نولي احسن فرسيو من نفسي ما نتاقمش منهم ما نتصوقش اليوم ونخليهم يسمعوا على النجاحات ديالي هدا هو اعظم انتقيقاء ديقلابا ديال كان بينكم راجل قادرة فيديكم بروحو نهار طاح مريد تخليتو علي والدابر هما عارفين الميصاج فين كين وما كانوش كيت توقعوغا انني نعود النوم لكن فضل ديالله عز وجل عليا كبير تانتا فرضا تحتيف واحد النوع من هاد العينا هادي انا اصدقاء موال ودرتي رقيتهم تخلىو علي الحل من عند انسان طبقوا على راسه ونجح هو الدخل داخل ديالك ودبجد قاد في الاعطاب ديالك ماسيطة ومقدم هادا ديفونا قادو هادا ديفونا قادو هادا ديفونا قادو بقا تقاد 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 تتوصل الواحد للفيرسيو اللي ترض منك انسان ناجح وهادا اكبر انتقام لهاد النوع من البشر خداما عند خوك المقاتل بالتجريبة المهم ندوزو الموضوع واحد اخر عندو علاقة بج اللي هو حتى صداقة مع العائلة حتى الود حتى ديالك الرحمة والمودة اللي كانت حال هادا بين الجيران ما بقعتش احنا في واحد زمن مادي نسألوا الله السلامة فكش علاش كتراش الدغيناك كتر الحساد شحال هادا كانوا الناس يديروا بحالك كتلقى الجيران ديرين بحالك كتلقى بعدها على الاقل العائلة دير عليكها دابا العائلة الحسد القرى الغيرة الامراض النفسية بندم مرحل علاش هاد شي الود الدنيا ما بغيكش تكون حسن منه مع العلم ان الارزاق مفرقة مع العلم ان ربي كله انسان مكتب لي الرزق دياله ما غات موتش الا هو اخذ رزقك كامل لكن الناس قتلهم الجهل الناس ولو كيفكروا بوحد الشكل مادي محض السوشال ميديا كلها كترووج لان الفلوس هي كل شي كل ما هو مادي ما درا هو الفكر الاسرائيلي اذا هو الفكر ديالليهود ليهود هكا كانوا كيف يفكروا بانوا اسرائيل هكا ديرين انتي عبدوا المادة الفلوس وش حنا غنكونوا بحالو حنا را مسلمين حنا را خاس يكون الرحمة والمودة بناتنا خاس يكون تعامل لله خاس يكون الوفاء هاتي ولينا كنفتاقدوه صراحة المهم الموضوع ايه طول فالتيجاه لكن الوصية ديالي لك فجوج تيجاهات يللقي تيشي واحد راجل صادق صادق بلا ما واقفة تعرفه ما تفرطش فيه كون راجل ما را عملة نادرة فهد الزمن الحالي ديال زمن النفاق الاجتماعي زمن المصالح وفي الاتجاه الاخر الى انت من نوع اللي جات فيه الدقة بحكم هاد الزمان هذا اللي ولينا فيه ديال انه بنا نكي يشوفهم صلاحته وضرتين لقيت يدك خاويين لقيت ما كين لوقف معك تشي واحد لقيت يرا ما كين تشي عز الأصدقاء الأول عندك تنهازم عندك تقلس تكتائب عندك تصد على الارات و تقول واا دروبيا ش ها خسرت عليهم ديال الفلوس ش ها ضحيت من أجلهم ش ها عندك تموتك التألم عادي ولف انك تتعايش مع الآلام ديالك لأنه في زمن الغضر عادي الراجل كيكون قوي كيقدر يعيش مع الآلام ديالك لكن أحسن شيء قام ممكن تنتاقبه هو أنك تولي أحسن نسخة منك وهذه القضية ستعلمك أنك تقلس بوحدك بزات حيث عندما نصلحه لداخل دينا يخصك وقت عام عامين ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين عدك يبال الفرقة وأحسن شيء قام بالنسبة لي أن الخدلان الرفاع هو أنك تكون أحسن فيرسل من رأسك وما توقف على أحد ودي شيء عند جريبة لو كان نور الدين ديالش حالة دي لتصب كونسير كتائب كرة باقي قاس في القرية مضمر كان يقولوا وعا عطيتهم من وقتين وضحيت ودرج لكن بفضل الله عز وجل هيهات نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت الحلقة ديالنا ديال الصداقة هتكون سهلاش أرغم أنها خاصة سيلسلة بوحدة نهضرون فيها لكن بغيت الحلقة ديالي يكونوا قصار باش تاخدوا منهم لماكسيموم وتفرجوا فيهم كاملين بلا ما تملوا ده بجال وقت اللي غنجاوب فيه على الأسئلة ديالكم كما قلت لكم في الفيديو الأخر ديما أي حاجة بغتوش قولوها لي قولوها لي في كومنتر شي سؤال عندك أي حاجة قلتوا لي في كومنتر غنحاول ناخد بعض التساؤلات وغنجاوب عليها دائما في نهاية كل البودكاست كنديره باش هكا نخليكم دائما بحل الضيوف اللي مريحين معي بحل لا مريح معي حدايا وانا كنضي ونجيب معك في الهضر هذا واحد من المقاتلين يقول لي يا أخويا أنا عندي سرطان في الراس حيتور جالية من بعد شهرين بغيت نبدأ الصون طبي ما عرفت منين نبدأ ممكن تعاوني أخويا الإخوان راه هنا عندي بلايليست على الصون طبي أنا رتعمت في الحلقة اللي فاتت على الصيام بالماء ما نهضرش على الضيطاي ذيال الضيطاي باش ما يكونش تكرار ها هي البلايليست اشتوها دخلوا أخويا للبلايليست رفعش ثلاثة ولا ربعا دي الفيديو واش كان نهضر فيهم بالضيطاي على الصيام بالماء تبعهم واتلقى الإجابة إن شاء الله رحمة الرحيم أخويا ما كان هناش تعود قصة ديالك بالتفصيل أخويا راه عودتها خسكي تدخل بلايليست ديال الصيام بالماء أو الصون طبي اللي عندي في يوتيوب وغتلقى التفاصيل ديال التفاصيل أي واحد تفرج في هذا الفيديو دير جيم أبوني بحال هادي المحتوى اللي خسنا نتبعه تحياتي لك منها قادي وكي حفظ ربي رك عزيز وغاني الله يحفظك بارك الله وفك قد لكم وانطير ديالكم صراحة زويني كيدخلوا للقلب كيشجعوني أنني نعطيك كتر وكتر والقادم صادم إن شاء الله رحمة الرحيم سلام عليكم بغيت نسولك أخي دوزجوش بروتوكول ديال سرطان وده بحالي ينطلبوا لي بروتوكول تالتي حيث تشترجع عندي المرض للمرة التالتة أواش نقدر نبدأ الصوت طيب الله يخليك جاوبني ولا أعطي رقم ديالك الله يجهزك بأخير ضروري جاوبني أني قربت نوقف علاج وبدأ الصوت طيب صراحة أنا ما نقدرش نقرر بلاسك ما نقدرش هالإخوان نقرر بلاسك أي واحد فيكم فأنا ننديد تجربة ديال الصوت طيب أنا شاركت معكم تجربة شخصية ديالي اللي نقدر نقول لك هو تمشيت قرائم زيان ودخلي البلايليست ديالي وتسمعين من تجربة ديالي كما أنا قدرت أصلاً سمعت من تجارب الناس وخديت القرار راسي باش أنا نقرر بلاسك كله ما نقدرش نتحمل المسؤولية ديال هاد القرار هاد ممكن تقول أشو هو السبب كيف جاك وكيف شعق شي بي والأعرض ديالي وهالتفاصيل هاد أنا بالسبب اللي جاني على حسب ما قالوا لي أطيب واللي عارفه أنا شخصياً هو أنا كنت مدخي وانا دوزت القارة والشيشة وما إلى ذلك مدة قريباً شي عشر سنين خلطة فيها بلي والسبب الدخان باقي ندير واحد الحلقة إن شاء الله رحمه 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 على التدخيل اللي كان غي قتلني شنو أخر عوجاني وكيف شعق شي بي والأعرض ديال الأعرض دياله أنا كنتين بول الدم شت الدم في البولة ديال إيا باش مشيت بديت لزاناليز باش عرفت أنه ورم سرطان من فوق شبديت الإي كوميرس الإي كوميرس أنا نكون بديته في النص ديال 2015 بحلقة ودوس فيها دروشيبين ودوس فيها الإي كوميرس لوكال من بعد استقررت في التجارة الإلكترونية بنظام الدفع عند الإستيلام واللي خدام فيه اليوم إنا هذا غي خدام في براندات ديالي بمناخ دام على البراندينج بمنتج محلي الصنع أو منتجات محلية الصنع هذا هو التخصص ديالي بالضبط يمكن تقول لنا الناس لا يمكن لهم هذا الصيام لأنه عندي التهاب المعيدة والأثني عشر مزمين ومن اللي كان صوم كانت تعدب الإخوان شكونا هو من الناس اللي صموش شكونا هو من الناس اللي مي صموش هات الشي غي تلقاوه في الكتاب ديال آآ شيلطون الصنطبي هاي يدخل بنادمي لجوغل إخوان رمكي إجبنيش في الشمقان تشوف اللي كومنتار ديال بنادم معقاس دخول لها لجوغل كتب كتاب شيلطون الصنطبي ودير حداب pdf وقع تبقشش بقشش بقشش هتلقى اللي إمكاني انت مماشي واحد حاطوه لك pdf هات ديالي الرقة تلشارجي بغيت يتلقى الفرانسيز هتكتب لجوغل شيلطون pdf وغير عود عوشين يطلع لك وغير تلشارجي ببساطة حاولوا ما أمكان تولفوا إنكم تشوي لجوغل وشبقشو إلى هنا تنتهي حلقة بودكاست المقاتل خلوا ليلي كومنتار ديالكم على هذا الموضوع اللي هدرنا علي اليوم ديال الصداقة وإن شاء الله رحمة الرحيم شوفكم فيديو واحد آخر عيد مبارك سعيد يا معشر المقاتلي سلام عليكم